موجز الثالثة مساء من التلفزيون المصري أهلا بكم هنأت سيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصرية بمناسبة احتفلات شم النسيم وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفلات شم النسيم أدم الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة في حياتنا كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا برئيس وزراء السودان السابق عبدالله حمدوك تبدلا خلاله وجهات النظر حول الأزمة الجارية وصبل وقف المواجهات العسكرية وأوضح المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يجري في الأوينة الأخيرة عددا من الاتصالات عالية المستوى بحثا عن سبل لوقف تصعيد العسكرية الحالي والاستعادة الحوار بين الأطراف في السودان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكن أن الحلفاء يشعرون بقلق عميق حيال القتال في السودان ويرون أن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود طرفان إلى المحادثات وفي كلمة له على هامشي اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان قال بلانكن أن مشاورات وثيقة جارت حول القتال سواء مع شركاء في العالم العربية وأفريقيا أو مع منظمات دولية كما أشار بلانكن إلى وجود رأي مشترك بضرورة اتخاذ خطوات لحماية المدنيين وغير المنخرطين في القتال والأجانب رحب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيد باستمرار عملية تبادل عدد من الأسرة والمختطفين بين الأطراف اليمينية تنفيذا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تساهم في إنجاح مساعي تجديد وتمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمينية بالطرق السلمية معربا عن تطلعه لأن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب العاجل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لديها أولويات واضحة في استخدام قواتها المسلحة خاصة في الاتجاه الأوكرانية وخلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سارجي شويغو أوضح بوتين أن مهام القوات الروسية تشمل كذلك حماية الموطنين في دونبس وفي المناطق الجديدة الأخرى التي انضمت إلى روسيا مؤكدا أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ لم يتم إلغاؤها أو إزالتها نهاية مجازة ثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم